بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن في إطار هذه الدروس المتجلة عن بعد والمتعلقة بطلبة السوداسي السادس تخصص قانون عام والمتعلقة بمجزوءة القضاء الإداري سنحاول أن نتم باقي المحاور وسنحاول في هذه الحصة بحب الله أن نقف عند أوجه وحالات الإلغاء إذن سبق لنا وأن توقفنا عند الشروط الشكلية لدعوة الإلغاء والتي تتمثل أساسا في الشروط المتعلقة برفع الدعوة والشروط المتعلقة بالقرار الواجب إلغاؤه وبانتفاء الدعوة الموازية هناك شروط أخرى أيضا مرتبطة بهذه الدعوة وهي الشروط الموضوعية وهي ما نستلح عليه بأوجه أو حالات الإلغاء فماذا نعني بالشروط الموضوعية؟ إنها الشروط المتعلقة بمضمون القرار المطلوب إلغاؤه حيث يتعين على القاضي البحث في فحواه وموضوعه ومراقبة ما إذا كان مشوبا بعيب من عيوب المشروعية التي تقتضي إلغاءه أم لا إذن فالقاضي يراقب مدى احترام مبدأ المشروعية من طرف الإدارة فيما تأتيه من أعمال وما تتخذ من قرارات حماية لحقوق الأفراد المتعاملين معها وحماية لهم من تعصف محتمل من جانبها إذن لابد من توفر هذه الشروط وهي حالة الإلغاء للحكم بإلغاء قرار إداري غير مشروع وأسباب الإلغاء كما هو مستقر عليها فقها وقانونا تتمثل في عدم الاختصاص عيب الشكل عيب السبب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة هذه الأوجهة الخمسة لم تنجأ في فرنسا دفعة واحدة فما كان ممكن منذ البداية أن يبنى بالإلغاء على أي واحد منها بغير تحديد لينتهي الأمر بإلغاء القرار الإداري فقد كان العيب الوحيد الذي يمكن قبوله في البداية هو عيب عدم الإختصاص وكان نفس الطعن بالإلغاء يسمى الطعن لعدم الإختصاص وتجاوز السلطة وكان يقصد بتجاوز السلطة حالة اعتداء من السلطة الثلاث على اختصاص سلطة أخرى وفي مثل هذه الحالة يفصل رئيس الدولة في النزاع مستعينة بمجلس الدولة سواء كان النزاع بين السلطة المكتدية وغيرها من السلطات أو بين الهيئات الإدارية فيما بين ولم يظل هذا الطعن إلى النهاية مقصورا على حالة عدم الإختصاص لكنه تعد ذلك إلى حالة وجود عيب في الشكل وحالة الانحراث في السلطة هكذا كان الحال حينما صدر المرسوم المنظم للإجراءات سنة 1864 وبعد صدوره بدأ كل من الطعنين يكتسب ذاتيته الخاصة وأخذ الطعن لتجاوز السلطة ينمو ويتسع على حساب الطعن القضاء الآخر يعني القضاء الكامل فانتزع منه حالة جديدة هي حالة مخالفة القانون فقط أي السبب المتصل بمحل القرار ثم حدث التطور الأخير فأضيفت إلى أسباب الإلغاء حالة عدم الأسباب التي بني عليها القار وتجدر الإشارة أن المشارع المغربي قبل إحداث المحاكمين المغربية سواء في ظاهر 1957 أو في ظاهر 1974 لم يحدد هذه الحالات تاركا هذه المهمة للغرفة الإدارية بمحكمة النقد متبعة في ذلك نفس النهج الذي سلكه الإججهاد القضاء الفرنسي لكن بعد صدور قانون 41 المنشئ للمحاكمة الإدارية حدد هذه الحالات حيث نصت المدى عشرين منه على أن كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيبه في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة وتعتبر عموماً أركان القرار الإداري شروط صحته وهي تتعلق إذن بمحله بشكله بسببه غايته وبالسلطة التي لها اختصاص إصداره وبالتالي كل عيب يموس أحد هذه الأركان يجعله غير مشروع ويمكن الطعن فيه بالإلغاء يظهر بالتالي أن عيوب عدم المشروعية مرتبطة بمختلف أركان القرار الإداري فقد تطال محله وهذا ما يسمى بمخالفة القانون أو سببه وهو عيب السبب وهناك أيضاً العيب المرصابط بالغاية وهو تجاوز أو ما يستلع عليه بتجاوز السلطة وهناك عيب الاختصاص أو عيب عدم الاختصاص وهناك أيضاً عيب الشكل ويمكن أن نصنف هذه العيوب بحسب ما استقر عليه الفقه والإجهاد القضائي إلى عيوب متصلة بالشرعية الخارجية القرار الإداري وهي الاختصاص والشكل وعيوب مرتبطة بالشرعية أو مشروعية الداخلية للقرار الإداري وهي السبب والمحل والغاية وهذا ما سنتناوله في المحورين التاليين إذن بخصوص المحور الأول سنتناول فيه عيوب المشروعية الخارجية تتعلق شروط المشروعية الخارجية بالمظهر الخارجي للقرار الإداري وتتمثل أساساً في عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل بالنسبة لركن الاختصاص الاختصاص هو السلطة الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصدار قراره بمعنى مدى صلاحية عدو السلطة الإدارية للتعبير عن الإرادة المنزمة للإدارة والقانون كما نعلم هو الذي يحدد اختصاص أعضاء السلطة الإدارية وتعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام ولذلك لا يجوز للإدارة أن تعدل أو تتنازل أو تتفق على عكس قواعد الاختصاص ولذلك فإن العيب في الاختصاص الذي يشبه القرار الإداري يجعله قابلاً للإلغاء وللمحكمة أن تتعرض لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن في القرار الإداري تعني فكرة الاختصاص عموماً صدور القرار الإداري من السلطة الإدارية التي خولها القانون حق اتخاذه وفقاً لمبدأ التخصص وتطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات يجب على كل سلطة شرعية كانت تنفيذي أو القضائية أن تلتزم بحدود الاختصاصات المخولة لها قانوناً وأن لا تتعدى على اختصاصات السلطات الأخرى كما أن السلطات الإدارية داخل الدولة الواحدة أنواع متعددة ولها مستويات متنوعة وبالتالي كل سلطة إدارية يجب أن لا تتعدى المجال والمستوى المحدد لها احتراماً لمبدأ الشرعية حيث نعلم أن هناك سلطات يعني موجودة على المستوى المركزي وأخرى على المستوى اللامو مركز وأخرى على المستوى اللامو مركزي إذن يجب أن تحترم كل سلطات الاختصاصات التي خولها أو أناطها بها المشاريع كما لا يمكنها أن تتخلى أو تتنازل عن بعض اختصاصاتها إلا إذا أباح لها القانون ذلك وبالتالي صدور القرار من جهة مغير مختصة بإلغائه يجعله قراراً معيباً يمكن إلغائه ويتخذ عيب عدم الاختصاص أشكالاً عديدة يعني أن هناك أنواع متعددة لعدم الاختصاص أو مظاهر متعددة أولاً هناك عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى بغصب السلطة ويتحقق ذلك حينما يتخذ قرار من قبل شخص لا ينتمي نهائياً للإدارة كأن ينتحل شخص ما صفة موظف ويتخذ قرارات باسمه فتعتبر هذه القرارات غير مشروعة ولا يمكن الاعتداد بها كما أنه إذا قام شخص عادي مثلاً باتخاذ قرار إداري عوض السلطة إدارية مختصة وبدون أي سند قانوني اعتبر مغتصباً للسلطة وكان عيب عدم الاختصاص في هذه الحالة جسيماً يجعل القرار الإداري متعلق به غير مشروع بل قراراً معدوماً حسب الشهاد القضائي نفس الشيء إذا تدخلت السلطة نفيذية في عمل السلطتين شريعية أو القضائية أو العكس فإن ذلك يعد أيضاً غصباً للسلطة لكن توجد بعض الاستثناءات حيث يمكن لبعض الأشخاص من الذين لا ينتمون للإدارة أن يتخذوا قرارات باسمها ولكن في حالات استثنائية وفي ظل ظروف خاصة ويعرف هؤلاء بالموظفين الفعليين أو الواقعيين وهم الذين عينوا تعييناً معيباً أو لم يصدر أي قرار للتعيين بشأنهم حيث يتولى شخص عادي مهمة في ظروف استثنائية حرب أو كوارد طبيعية يستحيل فيها على الموظف المعين لذلك الغرض القيام بالمهمته فحماية المواطنين حسنينية الذين يتعاملون معهم وضماناً من ذئي سير المرفق العام بانتظام والطراب قبل القضاء الأعمال صادر عنهم واعتبرها صحيحة نفس الأمر ينطبق على المتعاونين المتطوعين مع الإدارة الذين يقومون بحسن نية بأعمال لا يخول لهم قانون قيامها ولكن الاعتبارات تدخل في إطار حماية الصالح العام أو حماية الأشخاص من مخاطر محدقة أو تهديدات معينة في إطار عمليات إنقاذ غرقة أو إطفاء حرائق وغيرها يمكن اعتبار أعمالهم صحيحة شأنهم شأن الموظفين الواقعين المظهر الثاني لعدم الاختصاص وهو عدم الاختصاص الموضوع هنا المشكل يتعلق أساسا بعدم الاختصاص المادي ويعني ذلك أن هناك مجالات معينة يكون على السلطات الإدارية أن تلتزم بالتدخل فيها دون أن تتعدها إلى مجالات أخرى من اختصاص سلطات إدارية أخرى فتحليل الاختصاص بهذا الشكل معناه من جهة قيد السلطات الإدارية بالمجالات مخصصة لها ومن جهة أخرى حمايتها مما قد تخضع له من تعدل واغتصاب لاختصاصاتها إن مسألة الاختصاص الداخلي للسلطات الإدارية يمكن أن تطرح على عدة مستويات فمن جهة يمكن أن تطرح على مستوى الجهات الإدارية التي تكون في نفس الدرجة من التراتب الإدارية وذلك كأن يقرر وزير في مجال اختصاصات وزير آخر وأن تتدخل مؤسسة عمومية لإنجاز أشغال يعود الاختصاص فيها إلى مؤسسة عمومية أخرى ومن جهة ثانية قد يتعلق هذا النوع من الاختصاص على مستوى المصالح المرسبة بنفس الجهة الإدارية وذلك كأن يتدخل مرؤوس في اختصاصات رئيسية أو العكس وأخيراً على مستوى السلطات الإدارية التي ليست من نفس الطبيعة وهو ما نلاحظ بخصوص الإدارة المحلية أو الترابية عبر العلاقات القائمة بين الأجهزة اللامركزية المنتخبة والأجهزة الممثلة للسلطة المركزية وذلك كأن يقرر العامل أو الباشا أو القائد في المجالات التي يخصصها القانون لرئيس المجلس الجماعي أو العكس ويمكن التخفيف من هذا العيب بخصوص الأعمال التي تقوم بها أشخاص خاصة أو أشخاص إدارية بتفويض من السلطات الإدارية المختصة فيمكن اعتبارها صحيحة ومثال ذلك الأعمال المتخذة في إطار عقود الامتياز أو عقود تدبير المفوضي مثلاً وخارج هذه العقود فإذا وجد تفويض سواء في الاختصاص أو في التوقيع وتوفر شروطه يمكن أيضاً الاعتداد به واعتبار الأعمال الناتجة عنه صحيحة وإن لم تصدر من السلطة الإدارية المخول لها قانوناً الحق في اتخاذها إذن هذا بخصوص عدم الاختصاص الموضوعي أو المادي المظهر الموالي لعدم الاختصاص وعدم الاختصاص المكان ويتحقق بصدور قرار الإداري عن سلطة خارج دائرة اختصاصها المكان أو الإقليمي ذلك أن السلطات الإدارية في الدولة متعددة بتعدد المستويات الإدارية حيث نجد بجانب السلطات المركزية التي تمارس اختصاصاتها على المستوى الوطني ككل الهيئات اللامركزية التي تمارس اختصاصها على مستوى جماعي إقليمي أو جهوي دون أن ننسى المؤسسات الهمومية التي تمارس اختصاصها على مستوى قطع معين وفي مجال سراب معين لا يمكنها أن تتعدى إلى غيره وإلا اعتبرت قراراتها غير مشروعات فمثلا من دوب الوزارات في الأقاليم والعمالات وكذا العمال في هذه العمالات لا يمكن أن تتعدى اختصاصاتهم حدود تلك الأقاليم المعينين على رأسها فعامل أقليم فاس مثلا لا يمكن أن يتخذ قرارات تدخل في اختصاص عامل أقليم مكناس ووالد دار البيضاء لا يمكن أن يتخذ قرارات تدخل في اختصاص ولرباط وسلع يعني أن كل سلطة إدارية لا اختصاصاتها المنطبها يعني في حيز مكاني أو جغرافي معين لا يمكنها أن تتعداه إلى غيره عدم الاختصاص أيضا يأخذ مظهر آخر وهو عدم الاختصاص الزمني ومثاده أن يصدر القرار الإداري خارج الفترة الزمنية التي منح فيها القانون لسلطة إدارية حق اتخاذه كأن يصدر القرار من موظف قبل تعيينه والتحاقه بأسلاك الإدارة أو بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو عند اتخاذ مفوض له قرارات قبل اتخاذ قرار تفوض أو بعد انتهاءه وتحكم سرايا القرار الإداري من حيث الزمان مجموعة من القواعد وهي كالتالي القاعدة الأولى وهي سرايا القرار من حيث الزمان يسر القرار الإداري كقاعدة عامة على الأفراد من تاريخ علمهم به بمختلف الوسائل مقررة قانونا أو قضاء للإعلام وينتج عن ذلك أنه لا يمكن أن يسقل بأثر رجعي كما لا يمكن إرجاء آثاره لمستقبل يعني محددون بتطبيق القرار الإداري محددون بفترات زمنية المعينة لا يمكن تجاوزها الأولا عدم رجعية إرجية القرار الإداري ونعني بذلك عدم سراياه على فترة زمنية سابقة على صدوره والعلم به إلا إذا وجد نص قانوني مخالف لذلك والدستور المغربي كان صريحاً في تأكيد على هذا المبدأ بالنسبة للقوانين وذلك حتى على القرارات الإدارية لفصل استمنى الدستور المغربي ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي والهدف من ذلك هو حماية الحقوق التي اكتسبها الأفراد في ظل الأوضاع السابقة وبالتالي العمل على تحقيق استقرار المعاملات وبث الثقة في نفوس الأفراد لكن قد تقلد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ تحقيقاً للمصلحة العامة في بعض الحالات الحالة الأولى وجود نص قانوني صريح يبيح رجعية أنواع معينة من القرارات الإدارية عند ضرورة أيضاً حين وجود حكم قضائي بإلغاء قرار معين فيتوجب معه على الإدارة تدخل تصحيحه وإصدار قرار آخر فيتبق هذا القرار بالتالي بأثر رجعي لتصحيح الأوضاع السالفة الحالة الثالثة هي حالة سحب قرار إداري يسري أثره بالنسبة للماضي وللمستقبل وبالتالي السحب كما نعلمه عكس الإلغاء السحب يسري بأثر رجعي على الماضي ولو أثر حتى بنسبة للمستقبل بخلاف الإلغاء الذي لا ينطبق على الماضي بل تسري أثره على المستقبل فقط إذن حالة سحب قرار إداري يسري أثره بالنسبة للمستقبل وبالتالي فهو يتبق بأثر رجعي على الأوضاع السابقة ليلغي آثار القرار المسهوب شريطة عدم ترتيب هذا الأخير لحقوق مكتسبة للغير هناك حالة أخرى وهي حالة القرارات الإدارية التي يخول القانون من الإدارة حق تطبيقها على الماضي أو أنها تتضمن شرط تنفيذها بأثر رجعي كأن يكلف المشرع إحدى السلطات المحلية بتحديد أجور عمال قطع الفلاحي في مواسم فلاحي معينة التبعين لجماعة معينة فإذا أصدرت السلطة المحلية قرارها في هذا الشأن خلال الموسم فإن قرارها ليسري من يوم صدري بل من أول الموسم حتى نهايته ثم القاعدة الثانية هي قاعدة عدم إرجاء آثار قرار الإداري للمستقبل المبدأ أن القرارات الإدارية تصدر لتطبق من قبل المعنين بها عند علمي بها ولا يمكن إرجاء تنفيذها للمستقبل لكن قد توجد بعض الاستثناءات التي تتيح ذلك ومثاله بالنسبة للقرارات التنظيمية يجوز للإدارة أخير ترتيب آثارها لتاريخ لاحق تحدده بنفسها لأن ذلك لا يرتب أي اعتداء على سلطة الخلف طالما أنه بالإمكان الإبقاء عليها والتنفيذها أو إلغاؤها إذا تبين أنها لا تتفق الظروف القائمة عند التاريخ المحدد للتنفيذ خصوصا وأنها قرارات تنظيمية عامة لا تمس المراكز القانونية للأفراد ولا حقوقهم مكتسبة بنسبة للقرارات الفردية تأخير آثارتيك القرارات إلى تاريخ لاحق قد يكون فيه اعتداء على السلطة صاحبة الاختصاص في ذلك التاريخ والتي لا يمكن أن تكون هي ذات السلطة التي اتخذت هذا القرارة كما أن هذا الإرجاء قد يمس بحقوق الأفراد الذين صدر في حقهم وقد يسيء إلى أوضاعهم ويجد الاختصاص الزمني تطبيقه الواسع في ممارسة الهيئات المنتخبة لاختصاصاتها ذلك أن المجالس الجامعية أو مجالس العملات والأقاليم ومجالس الجهات ومجالس الغرف المهنية بكل أنواعها لا يمكن لها أن تمارس اختصاصها بعد فوات مدة انتدابها ويطرح هذا النوع من الاختصاص مسألة رجعي القرار الإدارية وهو ما تطرقنا إليه سابقا ويسري ذلك سواء بنسبة على القرارات السلبية أو القرارات الإيجابية والقرار السلبية كما نعلمه هو القرار المتخذ في غير صالح المعني بالأمر حيث لا يحق تطبيقه بأثر رجعي لأنه يتضمن التزاما بوضع قانونية جديدة فمثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه إلا من يوم انشره أو تبريغه أما القرار الإيجابي فهو الذي يتخذ في صالح المعني بالأمر ويمكن تقريب تطبيقه بأثر رجعي مضران المنفع التي ينشئها القرار الركن الأخير بنسبة لهذا الشروط الموضوعية أو لعدم المشروعية أو لحالات المشروعية الخارجية نجد أيضا ركن الشكل أو الإجراءات الركن الثاني بعد ركن الاختصاص أعتدر هو ركن الشكل أو الإجراءات ويعني عيب الشكل إهمال بعض الشكليات الضرورية في إصدار القرار الإداري وتعتبر هذه الشكليات ذات أهمية بالغة لأنها بمثابة ضمانات أساسية تعطى للمواطنين مقابل تمتع الإدارة بحقها في إصدار القرارات الإدارية الملزمة بصفة منفلدة ويمكن لعيب الشكل أن يتخذ طابعا مديا صرفا كما يمكن أن يتعلق بمسترة إبرام العقدي في حديثاتها أو بمسترة اتخاذ القرار الإداري أو تحضيره أو الإعلاني عنه في مرحلة تحضير القرار اقتضي تحضير القرار الإداري في كثير من الأحيان اتباع إجراءات معينة تفقد ونصف قانونية المعمول بها لهذا فكل إهمالي لها من قبل الإدارة يجعل قراراتها معيبة بعيب الشكل مثلا بخصوص نزع الملكية يتطلب الأمر الاتباع مجموعة من الإجراءات نص عليها قانون السماعي 1982 قبل إصدار قرار نزع الملكية كالإعلان عن منفع العامة لابد من القيام إجراء بحثين إداري اتخاذ مقرر التخليم استيصدار حكم قضائي قضي من نزع الملكية كما أن هناك إجراءات أيضا يتطلبها القانون مثلا قبل اتخاذ قرار في حق الموظفين العمومي العاملي بالإدارة وخاصة ضرورة استشارة المجلس الأذيبي أو لجان ثنائية أو تمكن الموظف الذي صدرت في حقه عقوبة الأذيبي من حقه في الدفاع عن نفسه والتعرف على الاتهامة صدرت في حقه فعدم توجه الإنذار للموظف الذي يترك عمله وذلك بالعودة لعمله خلال مدة معينة يعتبر إجراءا مهما لقدم احترامه من طرف الرئيس الإدارة قبل توقيع عقوبة العزل وإلا كانت قراره قابلا للإلغاء لعيب في شكله وهناك الجهادات يعني قضائية متعددة في هذا المجال من الشروط الشكلية التي قد تطلب أحيانا لاتخاذ قرار إداري هو تسببه أي ذكر الأسباب التي استندت عليه الإدارة من أجل إصداره وذلك لتحقيق مزيد من الشفافية في أعمالها لكن الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبب قراراتها لكن القانون قد يشغلت ذلك بالنسبة لبعض القرارات وفي هذه الحالة فإن عدم احترام هذه الشكلية يجعل القرار معيبا في شكله ونحن نعلم أن هذه الشكلية لها أهميتها أو أصبحت لها أهمية يعني تذكره خصوصا بعد صدور قانون سفر 30-01 الصادر بتاريخ 23 يولو 2003 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها والقاضي حين نظره في عيب الشكل فإنه يميز عادة بين إنما للشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية ففي الأولى يعتبر القرار باطلا كأهمال أخذ رأي الجنس الشارع يفرضوا القانون قبل اتخاذ القرار كما سبق الذكر أما الإجراءات الثانوية فهي لا تؤثر بحالة على جوهر القرار سواء احترمت أم لم تحترم كأن ينزم القانون مثلا الإدارة بإصدار قرارات تطبيقية في أجل معين وينتهي هذا الأجل وتزدر الإدارة للك القرارات بعد هذا الأجل فالقرارات لا تعتبر صحيحة إنما يجب احترام القواعد الأخرى المتعلقة بالنشر والحقوق المكتسدة مثلا أن في مرحلة اتخاذ القرار فهناك مجموعة من الشكليات أيضا أو الإجراءات قد ينص عليها القانون لاتخاذ قرار معين بالنسبة للقرارات التي تتخذها المجالس الجمعية مثلا لابد من احترام شروط منصاب القانوني لعقد الجلسة واستداء لها وعليمية الجلسات ورئات تابي الجلسة وحضور السلطة المحلية كذلك في التصويت لابد من احترام الشروط المنصوص عليها من حيث الأغلبية المطلوبة أو من حيث سريات أو علمية التصويت ودور رئيس في هذا التصويت وفي مجال العقد الإدارية لا تتخذ حرية الإدارة نفس الشكل ونفس الخصوصيات التي نجدها في عقد القانون الخاص ذلك أن الإدارة تتمتب حرية كبيرة في إدرام هذه العقول وذلك خارج أي شكلية محددة وبالرغم من عدد الشكلية في بعض منها فإن غيابها ليس لهم أثر كبير على صحتها لكن إذا تطلب القانون إحدى الشكلية فلا بد من احترامها إذا إذا كانت بعض العقود لا تحتاج في إدرامها شكلية معينة فإذا المصلحة العامة أحيانا قد تفرض احترام هذه الشكلية في عقود أخرى وذلك نظرا لأهمية الأموال التي ترسبت بإبرامها وطول المدى المتعلقة بتنفيذها لذلك يتطلب فيها أن تكون مثلا مكتوبة وقد يتعلق عيب الشكل بعيبين في المستر ونعني بذلك في مجال العقود الإدارية عدم احترام إجراءات التي بردها القانون فإبرام الصفقات العلمومية لا يتم إلا وفق إجراءات محددة في إطار الجنة الصفقات والتي يحضرها أشخاص معينون بالذات يكون غيابهم من غيوب المستر هناك شغلطة أخرى متطلبة بعد اتخاذ القرار حيث لا يكفي أن تتخذ الإدارة قراراتها لتصبح نافذة وملزمة لمن توجه إليه بل لمدة من الإعلان عنها ويتم ذلك بطريقتين إما بواسطة النشر أو بواسطة التبليغ أو بواسطة العلم اليقين إذا توفرت قرائنه الكافي ويكون النشر عادة في الجريدة الرسمية بالنسبة للقرار التنظيمي الصادر عن رئيس الحكومة أو الموزراء أو بالتعليق كما هو الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس الجماعي أما إذا تعلق الأمر بقرارات فردية كتعيين الموظفين أو ترقيتهم مثلا فالإعلان عنها يكون بالتبليغ الذي تقوم به الإدارة مباشرة أو عن طريقه البريدي أو شفويا وبالنسبة للرقود الإدارية فإذا كان توقيع بعضها أمرا ضروريا لصحتها فإنها تستطلب اكتمالها الإعلان عن إبغانيا أو نشرها أيضا إذن فكل صفقة لا يحترم فيها شرط الإعلان المسبق خصوصا إذا كان مفهودا بواسطة القانون فإنها تعتبر غير صحيحة ويمكن الطعن فيها بالإلغاء لعيبين في الشكل إذن هذه هي يعني عيوب عدم المشروع العديدة الخارجية وهي عيب عدم الاختصاص كما رأينا وعيب الشكل أو الإجراءات وقد حاولنا أن نتطرق إليها بنوع من التفصيل إذن نكتفي بهذا القدر بنسبة لعيوب عدم المشروع الخارجية وسنحاول أن نتم باقي العيوب أو باقي حالة عدم المشروع في الحصص المقبلة بحول الله أستودعكم من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر